اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مسقط مع معالي سيد ايان بورغو وزير خارجية جمهورية مالطا وذلك بمناسبة اجتماع الدورة السابعة والعشرين للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين واسمول تعزيزها والارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة بالاضافة الى بحث مستجدات الاوضاع الاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك